السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة شرحل فيه شوات اخبار حلوة مفرحة للموظفين واصحاب المعاشات جابالكم النهاردة ابرزها ان فيه قرارات مفرحة وعجلة وفيه حاجات هتطبق فيه ان شاء الله من اول يوليو القادم اللي ابرزها زي زيات المرتبات والمعاشات وفيه ترقيات وفيه بدلات وفيه قرارات كويسة جدا هتهم الجميع عشان نعرف التفاصيل خليكم معنا اوضحت الحكومة مجموعة من القرارات المهمة في العام المال الجديد مجموعة من الارقام المهمة في الموازن العام المال الجديد الحكومة انكشفت عنها العام المال الجديد اللي هو 2023-2024 والتي يبدأ العمل بها وتطبيقها ان شاء الله بداية من يوليو المقبل وده حيكون ان شاء الله بعد اقرارها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب وايضا بعد التصديق عليها من جانب السيد رئيس الجمهورية ابرزها في عجالة زيادة المرتبات والمعاشات والترقيات والبدلات واخبار مهمة مفرحة لناس كتير جدا وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قد شهدت القاء وزير المالية محمد معيد البيان المالي للعام المالي الجديد 23-24 والتي اظهرت زيادة في مخصصات الدعم وهذا لدعم الفئات الاقصر احتياجا والتقرير دود جاء كالتالي بالنسبة لمخصصات الدعم فقد كشفت الموازنة الجديدة التي استعرضها الدكتور محمد معيد وزير المالية عن زيادة كبيرة في مخصصات الدعم استهدافت مجموعة من القطاعات الكبيرة التي تهم مشاريحة عريضة من المواطنين والتي جاءت كالتالي واحد اول حاجة السلعة التموينية وده طبعا موضوع بيهم كل الناس وحنشوف ايه الاقرروا بالنسبة للدعم ده تم تخصيص 127.7 مليار جنيه تاني بند التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة تم تخصيص 14.1 مليار جنيه ثلاثة دعم الاسكان الاجتماعي تم تخصيص 10.2 من 10 10.2 من 10 مليار جنيه اربعة مساهمة الخزانة لصندوق المعاشات تم تخصيص مليار جنيه مساهمة الخزانة لصندوق المعاشات تم تخصيص مليار جنيه تم تخصيص 200.2 مليار جنيه لمساهمة الخزانة لصندوق المعاشات وده طبعا بزيادة 6% عن العام السابق خمسة العفاء الضريبي زيادة 50% للعملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة 10 مليارات جنيه ستة تمويل برامج التمويل الاجتماعي وتكافل وكرامة تم تخصيص 31 مليار جنيه سبعة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل تم تخصيص 3.5 مليار جنيه هذا وقد كشفت دكتور البيان الذي ألقاه دكتور محمد معايد أمام مجلس النواب اليوم عن وجود دفعة جديدة سيتم تعيينها في الوظائف الحكومية وذلك من العاملين والأطباء سيتم تعيين دفعة دي من المعلمين والأطباء بالإضافة إلى جراء حركة ترقيات للعملين بالجهاز الإداري للدولة وأعلن وزير مالية على أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف من الأطباء والصيادلة والمعلمين والإحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة هذا بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة هذا هو من المقرر أن تطبق القرارات الجديدة والتي تشمل زيادة الدعم الخاصة بالأجور والسلع التموينية والإسكان الاجتماعي وغيرها من أوجه الدعم المخصصة إلى جانب قرارات التعيين الحكومية التي تصل إلى 70 ألف وظيفة تشمل المدرسين والأطباء والصيادلة وكذلك حركة الترقيات الحكومية وكل ده بداية من شهر يوليو المقبل إن شاء الله هذا هو نحن جميعا ننتظر ترك القرارات المهمة التي تهم القاعدة العريضة من الشعب المصري والتي ترتبط بموافقة مجلس النواب والتي يحيلها بدوره إلى السيد الرئيس الجمهورية للموافقة عليها وذلك وفقا لنص القانون والدستور ليبدأ تطبيقها رسميا بداية من أول يوليو القادم 2023 وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والفيديو ده طبعا كان فيه أخبار مفرحة للجميع إن شاء الله ربنا سعلا نجملكوا برضو ما يستجد من قرارات وأخبار تهم الجميع سواء الموظفين أو صاحب المعاشات أو القاعدة العريضة من الشعب ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيديو عشان نوصل لكل الناس اللي بيدعمونا وتشتركوا في القناة